أيها الإخوة الكرام الكسر نوم مديد تأجيل تأجيل لا مبالاة هذر للوقت كلام فارغ سهرة لا معنى لها لقاء سازج مشي في الطرقات متابعة مسلسلات هكذا يضيع وقت الناس يفاجأون بعلة في أجسامهم تتفاقم هذه العلة ثم النعوة على جدران بيوتي ماذا قدمت يا عبدي إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمري في المقال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع لو نظمت وقتك ضع برنامج للقاءاتك لمطالعتك لحضور دروس العلم للدعوة إلى الله لكسب المال للجروس مع الأهل لا بد من برنامج لا بد من تنظيم الوقت لا ينتظر أحدا الوقت يمضي ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لا تملك إلا هذه الساعة ما مضافات والمؤمل لا تملكه كم من شاب مات قبل ما يتوقع كم عشرات الوقت ثمين جدا أنت بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منك أيها الإخوة الكرام أول سبب هو الكسل والكسل من نتائجه الفقر وهذا الفقر مذموم هذا فقر الكسل لا تقل لي أنا صابر هذا صبر الحمق في كسل عندك مهمات عندك أولاد عندك زوجي عندك متطلبات حينما تنظم وقتك وتسأل الله الرزق الحلال وتخرج من بيتك في وقت مبكر الله عز وجل يتولى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا الكسل من صفات الشعوب المتخلفة الكسل كسل جلوس استلقاء كلام فارغ المؤمن وقته ثمين دعي النبي عليه الصلاة والسلام للعب وكان طفلا صغيرا فقال في سن مبكرة أنا لم أخلق لهذا هناك ألعاب تستهلق وقتا كثيرا معظم الناس يلعبون الشدة والنرد وهالألعاب هاي للساعة انتين للتلاتة قاعدين يلعبون يعني شيء لا يصدق هؤلاء أشقى الناس يا أيها الإخوة الكرام هناك سبب كبير جدا لضياع الوقت إنه عدم وجود هدف لك في الحياة ما له هدف هدفه أن يعيش يعيش أن يأكل أكل أن ينام ينام أن يجلس مع زوجته جلس معها أن يجلس مع أولاده جلس ما في هدف لا يعلم لماذا هو في الدنيا يقول لك يعني هذا قدرنا جئت من أين ولكني أتيت فرأيت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري قال ولماذا لست أدري لست أدري هذا إنسان سخيف إنسان يعيش على هامش الحياة إنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا الذي لا يعرف لماذا هو في الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقك ليرحمك اسأله موجبات الرحمة تب إلى الله من ذنوبك أدي الصلوات الخمس اقرأ القرآن ابتهل إلى الله اجلس مجلس العلم صاحب المؤمنين عدم وجود هدف هو أحد أكبر أسباب ضياع الوقت الآن قد يقول لك قائل وقد يقول لك طالب علم أنا أعرف لماذا خلقت أنا خلقت لمعرفة الله ولطاعته وللجنة هل عندك خطة تفصيلية لهذا الهدف العلماء قالوا الأهداف من دون خطط أحلام وأمنيات والله جل جلاله لا يتعامل معنا بالأماني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به أبداً كل واحد منا يتمنى أن يكون مؤمناً كبيراً وتاجراً ناجحاً وموظفاً مهماً وزوجاً سعيداً كل واحد التمنيات بضاعة الحمقى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في حركة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر لا بد من أن تتحرك ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق الوضع السكوني تأجيل إرجاء مواعيد غير صحيحة قابع في البيت يستلقي ينام يتابع ما على الشاشة ليس هذا من صفات الذي عرف الله ولا الذي عرف سر وجوده وغاية وجوده لا بد من خطة لا بد من وقت تتعرف فيه إلى الله لا بد من وقت تقرأ كلامه لا بد من وقت تعمل فيه عملاً صالحاً لا بد من وقت تطلب فيه العلم لا بد من وقت تجلس فيه مع أهلك وأولادك لا بد من وقت تكسب فيه المال لا بد من تنظيم الأوقات أيها الإخوة الكرام وأحد أسباب ضياع الوقت سوء التنظيم هناك إنسان مركزي يفعل كل شيء بنفسه ولا يثق بأحد هذا ما حاله يستهلك وقتاً كبيراً جداً لإنجاز قليل جداً هذا العمل قد يقوم به ابنك دعه له قد تقوم به زوجتك دعه لها لا بد من أن تعمل عملاً بمستوى إمكاناتك أما إذا عملت عملاً يقوم به من هو دونك بكثير فهذا من سوء التنظيم وسوء التخطيط معنى ذلك يمكن أن يضيع وقت كثير بإنتاج قليل إذن لا بد من مدافعة الكسل ولا بد من وجود هدف كبير يستقطب جهدك واهتماماتك ولا بد من وجود خطة لتحقيق هذا الهدف ولا بد من حسن تنظيم هذه الخطة وشيء آخر يضيع الوقت ليس من قبلك من قبل الآخرين هذا الذي يعيش حالة الملل فيأتي لزيارتك من دون موعد ما عنده شيء ما عنده ما يقول إطلاقاً لك يريد أن يمضي الوقت معك وينسى أنك على موعد وعلى إنجاز مهمة وعلى إنجاز عمل فلا بد من أن ننتبه أنني إذا كنت فارغاً إذا كنت بحالة ملل وسأم لا ينبغي أن أضيع أوقات الآخرين الذين عليهم مهمات ينبغي أن ينجزوها فتطفل الآخرين أيضاً من أسباب ضياع الوقت مكالمة أحياناً ساعة هذا الهاتف معطل ساعة والكلام فارغ ما في شيء أبداً حوادث يومية فيها تذكر في هذه المكالمة فأنت مضطر إلى أن تتصل به مكالمة طويلة كلام فارغ هذه حالة بعض المسلمين يا أيها الإخوة الكرام أسباب ضياع الوقت الكسل وعدم وجود هدف كبير وعدم وجود خطة لهذا الهدف وسوء التنظيم وتطفل الآخرين هذا مما يضيع الوقت الآن من زاوية إيمانية أنت حينما تزكي على وقتك كيف أنك تزكي مالك كيف أنك تنفق بعضاً من مالك والرد الإلهي يحفظ الله لك بقية مالك أنت إذا أنفقت بعض وقتك فيما أمرت يحفظ الله لك بقية وقتك إذا أديت الصلوات فأنت تزكي وقتك إن أديت العبادات فأنت تزكي وقتك إن عملت عملاً صالحاً في وقت سمين يبارك الله لك في بقية وقتك يحفظ الله لك بقية وقتك يعني الله عز وجل قادر أن يتلف لك وقتاً طويلاً بلا سبب الإنسان إذا ظن على ربه أن يؤدي العبادات وأن يعمل الصالحات وأن يتعلم القرآن إذا ظن على ربه أن يستهلك وقته فيما خلق له أدبه الله عز وجل بأن يتلف له وقتاً مزيداً بلا فائد هل تسمعوني؟ صاربخ